قامت القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جمعة طنطة واللجنة الطبية العليا والاستغافات بمجلس الوزراء بتقديم الخدمات الطبية إلى 1198 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان في قرية قفل صنباط بمركز زفتة وتم خلال القافلة زراعة 50 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة إضافة إلى محي أمية 15 مواطناً كما شهدت القافلة محاضرات توعوية في التغذية والاستعافات الأولية في حالة الطوارئ